عامل بقى كابتن محمد. الحمد لله. دنيا كويسة معاك النهارة. متفائل؟ جداً. قسلت لو بيت متفائل انا خلاص انا تمام. اه اصلي بص انا قلتلك لو عدينا سحر للعج كودفور. لا هيبقى السكة ان شاء الله. وبعدين اللي كان مخاوفي من ماتش تونس وبركينا لما تونس كذبت نيجيريا وعملت ماتش جامد فالتاني ماتش كانت وحشة. فانا كان مخاوفي ان المنتخي بلعب ماتش كودفور جامد طلع ان هو عامل مغرب اقوى كمان. اه. فالواحد اه بصراحة متفائل وحاسس ان الولاد اه خلاص بيت عارف انت شد حلهم والدنيا هتمشي ان شاء الله. بالمناسبة بقى كابتن عمير على كامر من كلام الكابتن محمد على المباراتين اللي عمناها مرة بعض بشكل كويس. في حالة كمان اجابية جداً شفتها في البطولة دي. من الوقت اي لعب بيغير في البطولة دي تحديداً انت مش قلقان. سلام عليكم. وسلت للمرحلة اللي هي بتاعت ايه؟ من التشكيل بكرة؟ اي حد. اي حد يلعب كويس. بعد انا جيح للمدرب بكل التأكيد. وطبعاً لروح اللعبة. رأي اكيد. اكيدة كريم طبعاً في البداية انا برحب بيكم. وسعيدة لكون معاك طبعاً. وكابتني. وكابتني. سواء كابتن محمد. معنا لازم الحور بيخش في الجد على طول. يعني مفيش وقت للحب والترحي. لا لا لا. اه على طول مدخلك كبه راح راميك. ده النقطة اللي تكلمت امير فيها دي منتازة. صح? هاي. ده المنتخب طب كلم. بص يا كريم هو طبعاً في البداية اه كان فيه لغة كتير جداً على القايمة وفيه ليه ماخدش فلان وليه ماخدش فلان. وبعد كده هو اه عمل حاليات كتيرة جداً فنان انه هو ابتدى يلعب الناس مش في مراكزها. في البداية خالص في التصفيات يعني في التصفيات ماتش ليبيا والماتشات دي كلها. كان طبعاً كانت اه نقطة بعد الكابتن حسين البدري. اه. والناس كلها كلمت على كيروش كويس جداً والجازل فني. وبعدين اه اه اتكلمنا كويس في حوالي ماتش او ماتشين. وبعد كده جات الامور ما زبطتش في البطولة العربية. صح. لاني طبعاً كان اه لكزا سبب. اول سبب انك انت عندك النهاردة الناس اللي ما لعبتش في مراكزها. اه. والتاني حاجة انت خدت لعيبة اه مميزة كده جداً انا كانت بتاع بجليل في الدوري. اه. وقدمت مستويات كويسة. واحرجوك بمعنى الكلمة. وبعد كين انت مخطومش في البطولة افراك. فهو عمل كزا حاجة في بعض. بس ما معنش احرجوني وانا اللي مختارهم. ما هو ما هو. انا اللي اخترتهم. انا اللي جيبت احمد رفعت. وانا اللي جيبت حسين فيصل. وانا اللي جيبت اللعيبة دي واللي عيبتها المتخمص. انا اللي جيبت عمر كبان عبد الواحد ومحمد عبد الواحد. بس اصلا. اه. هل كان كل اللعيبة اللي تقلق في البطولة العربية كانوا مكونوا يبقوا اسين في القوامة الاساسية المتخمص؟ مش كلهم عمال الواحد او اتنين. عمر كبان عبد الواحد ومحمد عبد الواحد موجودين؟ تمام. بس انا معاك برضو ان ان واحد زي احمد رفعت كان الناس موجود. مش عايزين اتكلم في التفاظيل دي. طبعا. خلاص. احنا اللي جيبت عزين سند وفرحانين وعاوزين المنتخب يروح في حتة تانية ومتمنى التوفيق طبعا. هاي. فبالنسبة للكروش. بالنسبة للناس الاختيارات وكلام ده كله. هو كان صاحب القرار في قوي في الآخر. حتى لو كانت في ناس بتانتقدها كبان عبد الجليل. هو ليه رأي. الرأي بتاع الناس او النقاد او الناس اللي كانوا بينتقدوه. هو ساعدهم في ده. ان هو لاعب ناس في مراكز غير مراكزها. ظلم ناس معينة. العيبة بتالت كلهم كمجموعة واحدة كله اتلغبط. حتى اللي بيلع في مكانه اتلغبط. اتلغبط. فبالتالي هو في الاساس واخد الحاجات الاساسية موجودة. انك انت عندك ناس اساسية فاندية. ناس محترفة وجاهزين. انت بتكلم في اترزي جيه. وصباح كانوا بلعب ماتشا كابتون تاني يوم كانوا موجودين نفس القصة نيني وعيحجازي. والناس اللي كانت معه اهلي وزمالك. وكل الناس اللي كانت موجودة. كانوا بشاركوا. بطولة اي بيشارك وحمد فتح اي بيشارك. البطولة بمستوى مش كويس. وده طبيعي انك انت لما بتبدأ بطولة كبيرة كابتون عبدالجليل. تبدأ فيها مش كويس اكيد اسا كابت تهزي. طبعا. فابتدى النقد ييجي. يبقى على اللعيبة وعلى الجهاز الفني. صح. كوروش كان ليه دور في التشكيل. اللعيبة كانت طبعا كل واحد كان لازم يقدي بروح ومسئولية اكبر. النهاردة فوجيئنا في نيجيريا. عملت ماتش كويس جدا قدامنا. احنا كان التركيز ما كانش موجود. فبعد كده مع الناقد مع الضغط. طبيعي انك انت كتا كان لعيب كورونا مش طعف تقدي كويس. ممكن تقدي بروح كويسة. تقدي بتركيز كويس. وده اللي احنا شفناه في ماتش غينية. وشفناه بعد شوية مش هقولي الاداء كان احسن حاجة يا كابتن في الماتشين. لكن انت ابتديت على الاقل تبقى مركز تلعب بهدوء شوية. عديت حتة الضغط اللي عليك. دخلت بعد كده في ماتشات مهمة جدا كودي بور. وبعد كده المغرب عملت ماتشات كويسة. وانا كنت في احدى البرامج كانت الناس بتسألني. بقولي انت شايف ان احنا ممكن نعمل حاجة. وكان فيه ناس كتير جدا نجوم كبار يا كابتن كانوا بيتكلموا وقولك مش هنعمل حاجة في البطولة دي. فانا كان ليه رأي تاني ان انت النهاردة ليه لا باسمك الكبير عندك سبع بطولات تاريخ كبير لعيبة مميزة عندك احسن لعيف في العالم موجود عندك لعبة محترفة فهندية كبيرة عندك ثقة كبيرة جدا باسم مصر. والمستوى متقارف في البطولة دي. بالظبط. يا ما تليش برضو منتخب كان فريق عندك كتير في التعليقين. ما فيش كريم الحاجة دي لان انت عندك الاسماء الكبيرة حتى النجوم اللعيبة الكبار ما قدوش بالشكل كويس. ضغط بتتكلم في كل واحد عليه مسؤولية كبيرة جدا في بلده. بتتكلم في ملاعب بتتكلم في الجو لان احنا لعبنا في الجو ده الجو صعب جدا في الكاميرون. والملاعب وأجواء وأخرو. فجي بقى انت بعد كده لما بتليت تشارك وبتليت تتلعب بتاخد ثقة. مع اسمك احنا اسم كبير تاريخ كبير وعندك لعبة مميزة. مع الماتشاط دي ابتليت بقى خلاص فيه تركيز. وأنا اتمنى ان شاء الله وده اللي ممكن يحصل بنسبة كبيرة ان اللعيبة بإذن الله بكرة هيقدو بشكل كويس هيبقى فيه خطة متوازنة.